مجلس الوزراء قام بما عليه حين وقع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة خلال جلسة الاستثنائية الأخيرة وقد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويبقى السؤال ماذا بإمكان السلطة التشرعية أن تفعل في المرحلة المقبلة وفقا لما هو منصوص عليه بالدستور والقوانين المجلس السياب اليوم ما له وظيفة غير وظيفة وحدة انتخاب الرئيس لا بيقدر يمدد لحاله حيث غير دستوري وبنفس الوقت هو هيئة انتخابية مش هيئة اشتراعية لا بيقدر يعمل قانون انتخاب جديد هو حيث هيئة اليوم هو هيئة انتخابية الحكومة سعادتها بيكون عندها حق وواشب أنه تعمل هي مرسيم تشرعية وبتنوب عن المجلس نية بس بهذه الفترة للمجلس نية هلأ بالمبدأ نحنا ضد التمديد من شين هيك بيقلك ازادك بالمبدأ بين الهلاين فيها بس ما فيها دستوريا ما فيها يعني اذا بدك تقول انه هل فيها هي تعمل مرسوم تشريعي اكيد بس هل فيها تعمل مشروع مرسوم تشريعي خلافا للدستور بيقلك لا السادس عشر من دستور الثاني هو الموعد الافتراضي لاجراء الانتخابات النيابية فهل ستجرى الانتخابات فعلا ام ان البلاد سوف تكون على موعد مع تمديد جديد المترجم الى اللقاء